الأسبوع الماضي حكيت عن إطلاقية شهر ديسمبر شهر الأعياد والزينة والشجرة اللي بده مشروعة نركبها ونحول البيت لمغارد سانتا كلوز يعني أحمر أبيض وصورة هالخطيار مزروعة وين ما كان دخلكون لو كان شاب ججل مفتول العضلات مش أحلى من هالكرش واللحية اللي بتبلش مبتخلص شي قليل الفرنسوية بسموه بابا نويل بابا أي يا بابا جده حبيبة وجده أصلا طبع لوليد الصغار بيكون أصغر كمان تخيلوا هيك كيف ما رحتوا بالموليد بالإيفانتس بسهرات العيد لما يوصل سانتا كلوز ويوزع الهدية يكون هيك شب حلو يا لطيف مش بس الوليد بينبسطوا فيه كل الجنس اللطيف من صغير لكبير وصولا للأمهات والجدات والجارات والعمات والخلات وبيصيروا ناطرين ومناطرة لنشوف إذا تبع السنة أحلى من تبع سنة الماضية هلأ رجال بدون يزعلوا يزعلوا عيدوا بدنا ننبسط أقل شي بالشوفة تخيلوا هيك نفتح مثلا شركة بتأجر سانتا كلوزيت شباب تعملون تاست قبل ما يفوتوا هيك فيا ريكوايرمنت يعني مثل موسى بقيت ملوك الجميل يهو يبشرفكم مش فكرة بتعون درجة لهالفكرة بتعرفوا شو منطلع مصاري هيتا نبلش نقول أنه مثلا سانتا كلوز أعطاكن عمره واستلم حفيده لأنه أكيد ابنه ما بينفع كمان صار كبير وحفيده صار له فترة عم بيمرنه ليستلم محله فكرة جهنمية خلصنا خطيارية وهوهوهو شو هيدو وهوهوهوهو وانجق فيه يمشي وقال شو بينزل من تشمني حبيبي أي بيت فيه شوميني أنجق دفيت غاز بدنا دم جديد شباب هيك عندهم تيك توك بيعرفوا يتصوروا سيلفي ما بيسوقوا هيدو المركبة اللي بيجرى حيوان الرنة شو هيدا الرنة خلاص من سنت بندق بفتيل مينموم فراري بارش مازراتي أو أليكوبتر أليكوبتر إخر مودال يكون طيارشي كمان لا شي كتير حلو دعوا نعمل حملة على السوشل ميديا ونحط يفتيت بدنا سانتا كلوز شب بدنا سانتا كلوز شب تعرفوا إذا النسوين حركوا لهالحملة من راسعة بكرة بتصير دا حرام أنا شو هتخيلت هول شو باصرة بنومك ناطالي الهيئة سيكريت سانتا بتجيبلك هدية حلوة خدلكم بقى على هالبدعة شو هيدا سيكريت سانتا فلقونا الشوكولات كببيات حرتيق مقلون طعمة ونخب الهديق ونمرق بالسرطة ما نكشف عن حالنا ونشوف شو بحب اللي طالعنا ونهتم فيه بالمداري اسم المكاتي بينعجقوا يا لطيف بذكر لما كانوا ولادي صغار شو يتحمسوا على سيكريت سانتا واركده يا ناطالي يجيب خربيش ضروري تبتبلشوها من أول ديسمبر ادفوا لخمسطعش كل يوم شي شوكولات شي كببي برنايتي تسانتا بتضو ألم عليه شجرة هيد هيد طابل الزيز اللي فيها ماء بتخدوها وبيطلع التلج بقلبها شو اسمها دخلكون شو معرفني ويا تعتيرنا إذا طلع سيكريت سانتا تبع وحدة من بناتي بخيل وأنجأكلت أربعة أيام يحط لها أرخص شوكولات حبة بومبون مسلا سوسات لوليبوب هونيك المصيبة الحلو بالمحلات والسوبرماركت صار عندهم زاوية خاصة بهول الهدية زاوية سيكريت سانتا ما تلفوا الدور يعني نقع عشرين هدية وارتح كل الشهر وآخر يوم قبل الفرصة في هدية حرزينة والولاد ما بيعجبوا العجب وانا تفطونا كل الشهر كمان حرزينة هيدا عند الولاد بالمكاتب هونيك بيوصل الفنجين القهوة أو النس كافة مدري من وين قطعة كيك أو كروسون نطرته على الطاولة يعني غنج ودلال لو كل السنة بيضلوا هيك يحبوا بعضهم مش أحلى خلصنا هدية سانتا السر صار وقت الهدية الفعلية لكل أفراد العائلة وهونيك التخبيس في منهم شو بيعملوا بيجيبوا هدية هون بالبلاك فرايدي تيوفروا وإذا شي بدوا بدل روحت عليكن ييه ما فينا مدعم هيدا صار له من بيع شهرين البدل بس خمسة عشر يوم يعني اللي اشترى الهدية فكروا عمل ضرب منيح ولتلقى الهدية بيأكل الضرب وقعدوا فكروا شو بدكن تشتروا ومين تهدوا ومين ما تهدوا هالسنة لأنه بيستاهل شفتش انت الماضية شو جبلي أبو عبزياد عليه يا جماعة حبوا بعضكن هيدا عيد المحبة عبث وأكتر شي وأكتر هدية بتاخد وقت وتفكير هي هدية الماما شو من جبله كل شي عنده وشو ما جبنيه لما بيعجبه وما صدقنا قطع عيد الأم وعيدة رجعنا وإذا جبنا هدية لكل فرد من أفراد العيلة الولاد بيطلعلن هداية من كل واحد وقال شو الليلة العيد منجيب كلنا الهداية منحطها تحت الشجرة لك أي شجرة بدنا تسيعون تعبز سنو وين نقعد ويلا عجلو تعوبة كير جاي سنتا كلوز على السبعة سبعة شو سبعة شو ماتينيه ايه ما عنده برمى كتير أنجق يلحق لك ما قلت لكم جيبوه شاب يا عم مش القصة والمصيبة المصيبة بس حدا من العيلة يلبس تيب سنتا وتصير توقع اللحية ايه هيدا خاله لا مش خاله كريم حبيب انتبه تهارة اللحية والأبوعة ما فينا نفقسه للولاد هلا ونقلنه زنتا مش موجود تلكون لو وحده يكتشفه وينفقسه بس يكبره وينصدمه بيبلش لمعطر يوزع الهدايا اللي ما بتخلص وكله بده يتصور معه ويحمل هالولاد ومنهم يبكوا ويخافوا شغلة يعني شغلة وبفل سنتا وبفل سنتا وببلش تفتح الهدايا وراء ملونة وكرتين يا دعان اللف بدكن تشوفوا الولاد بس يفتحوا هدية فيها لعبة كيف بينفحتو وكيف إذا فيها تيب بكبوها على جنب وكلولاد مدري كم لعبة بيطلعلو بيلعب فيهن أنجق كم يوم بيزهق منهن وخلصنا ما بعرف عن جد قديها الشغلة منيحة بحق الولد كلها الغنج وكل اللي بده ييه وكتبه على الرسالة اللي بعتها بأول شهر لسنتا على القطب الشمالي ووصله هيدو اللي ممكن انعكساتهم ما تكون كتير حلوة لاحقا حلوها لاحقا لأنه بتغير بتفاعله لهالولد مع الاشياء المادية ما بدأ لبعد دراما هلأ بس الاعتدال هو الأفضل وبكل شي وخلونا نركز أكتر على نوع الهدايا اللي بنهديها لأولادنا ما الشغلة بالنوعية مش مس بالكمية شو هيدا يا ناتالي حكم بس أنا بعدني مصرة بدنا سانتا كلوس شاب ها 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 قرصنا بقا ها 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 اشتركوا في القناة